تشهد محافظة مطروح تطوراً يضعها على خارطة طريق التنمية الشاملة في العديد من المجالات ولعل أبرز هذه المجالات هو مجال السياح حيث تزخر محافظة مطروح بالكثير من مقاومات السياحة الثقافية والتاريخية والعلاجية أيضاً جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل التنمية في كل ربوع مصر وعمل نقلة نوعية في حياة المواطنين محافظة مطروح كانت شاهدة على هذا التطور حيث لم تغفل الدولة الاهتمام بتلك المحافظة ووضعها على خارطة طريق التنمية الشاملة في العديد من المجالات منها مجال السياحة وتزخر محافظة مطروح بالكثير من مقاومات السياحة الثقافية والتاريخية والعلاجية أيضاً في رمال واحة سيوة والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم فضلاً عن سياحة السفاري وعلى مر العصور كانت مطروح شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية الهامة لذلك اهتمت الدولة بالناحية التاريخية لمدينة مرس مطروح وأنشأت متحف الآثار بمطروح ويضم العديد من القطع الأثرية التي تبرز إنجازات ملوك مصر خلال العصور المختلفة وثقافياً تم تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح وافتتاحها في العيد القومي للمحافظة في ديسمبر 2020 كما يجرى العمل على تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعالمين الجديدة محافظة مطروح حظت خلال السنوات الأخيرة بنصيب كبير من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة بعد عقود من التهميش وعدم استغلال مقاومات المحافظة الواعدة أما مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع فقد جذبت الأنظار إليها خلال الفترة الماضية مما ساهم في تنشيط قطاع السياحة لاسيما الداخلية مع إقامة المهرجانات الفنية والترفيهية التي لاقت رواجا كبيرا بين الزائرين